مخاطر التعرض للشمس وخصوصاً نحن هلأ في دروة فصل الصيف فحبينا يكون معنا الدكتور عصام عميش مستشار أمرار جلدية والتناسلية وليزر لنحكي عن مخاطر التعرض لأشاعات الشمس صباح الخير دكتور صباح الخير أهلاً فيك دكتور نحن هلأ يعني الذروة دروة الصيف وهلأ نشعر بأنه دنيا صيف فإيش هي أهم مخاطر التعرض لأشاعات الشمس المزبوط في مخاطر كثيرة للتعرض لأشاعات الشمس والمقصود هون هو التعرض الطويل لساعات طويلة والتعرض المتكرر لأشاعات الشمس وهي الأخطار فيه على المدى القصير وفيه على المدى البعيد على المدى القصير اللي هي إحمرار الجلد بعض التصبغات الحمراء بعض التصبغات البنية وأيضاً الحروق في الجلد الحروق الشمسية ممكن تكون من درجة الأولى ممكن تكون من درجة ثانية وخاصة بالأشخاص اللي بمارسوا رياضة السباحة ولكن الأهم أيضاً هي الأثار على المدى البعيد وعلى المدى البعيد هناك نوعين من الأخطار نتكلم عنها الأولى هي أنه التعرض الطويل لأشاعات الشمس يسارع في عملية شيخوخة الجلد والتغيرات اللي بتصير في الجلد والمخاطر الثانية تتعلق بسرطنات الجلد هناك سرطنات ناتجة عن هذا التعرض المتكرر والطويل لأشاعة الشمس وبالأخص سرطان خلايا الميلانين اللي يسمى الميلانومة وسرطنات أخرى زي تسمى سكويمة سيل كارسينومة والبيزر سيل كارسينومة لهم أيضاً علاقة بالتعرض لأشاعة الشمس هل هناك جزء معين من أشاعة الشمس بتكون أكثر ضرر على الجسم؟ نعم أكثر جزء من أشاعة الشمس يسبب أضرار للبشرة هو الجزء اللي فيه الأشاعة فوق البنفسجية الألترا فيوليت لايت وهاي لها طول موجة معين تقريباً من 100 ل 400 نانوميتر وهي تقسم إلى A و B و C ال B هي الأكثر خطورة على جلد الإنسان وهي تعمل كثير من الأضرار والإلها علاقة بكثير من السرطنات والتغيرات التي تحدث في بشرة الإنسان بقوله يقال أن الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة 4 بعض الظهر هو أخطر وقت هذا الإنسان مش لازم يتعرض فيه للشمس؟ مضبوط إلى حد ما هي أكثر ربما من الساعة 12 الظهر للساعة 4 بعض الظهر والسبب واضح لأن الشعة الشمس في هذه الساعات تكون عامودية على سطح الأرض وتحتوي على قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية اللي سبق وحكينا أنها ضارة وتسبب كثير من الأضرار والتغيرات السلبية على جلد الإنسان فهي أخطر فترة ممكن الإنسان بتعرض فيها من 12 إلى 4 الفترات الأسلم هي قبل الساعة العاشرة صباحاً وبعد الساعة 4 أو 5 بعد الظهر بتكون حدة الشمس خفت كثير بتكون نعم لأنه تصير ميلان في اتجاه أشعة الشمس على سطح الأرض طيب الأشخاص اللي بحبوا يتعرضوا لأشعة الشمس من أجل كسب لون هيك برونزي حلو إذا بحطوا الواقي ممكن بالساعة هنا بتشمسوا لسه مع الواقي لكن بالدرجات أخف هل هذا يعني بساعد؟ إلى حد ما بس يجب أيضاً تجنب ساعات دروة النهار هذه ويجب وضع الواقي المناسب زي ما رح نحكي بعد قليل وبالطريقة الصحيحة والمناسبة أيضاً لبعض الأمراض اللي ممكن تزداد سوء نتيجة التعرض لأشعة الشمس في كثير من الأمراض الجلدية تزداد سوء وهناك علاقة لأشعة الشمس مع حدوث هذه الأمراض وعلى بعض الأمثل وليس حصراً مثل مرض الوردية اللي بصيب خاصة في الستات عبارة عن إحمرار في منتصف الوجه أيضاً مرض الكلف اللي بصيب السيدات وخاصة السيدات الحوامل مرض الذئب الحمامية اللوبس إلثيماتوسس وأيضاً بعض الأمراض الأخرى مثل بعض الأمراض الوراثية زي البورفيرياز وغير ما هذه تزداد سوء نتيجة التعرض للشمس نحكي برضو أشعة الشمس الصورة اللي عم نشوفها هاي دكتور هون هذا شو؟ هذا إنسان تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وبطريقة غير مناسبة فأدت إلى حدوث هذه اللي ممكن نوصفها كمثل حروق في جلد الوجه نتيجة عدم وجود حماية ومكان واضع واقي الشمس مناسب بروح هاي البقع اللي موجودة؟ إذا علجت بطريقة مبكرة وما تكررت العملية ولكن إذا استمرت عملية التعرض للشمس وبطريقة طويلة جداً فممكن هذه التغييرات تستمر بعد ذلك وهذه صورة أخرى أيضاً ومنلاحظ هنا وجود عدة ألوان في الوجه فهناك تصبغات حمراء وهناك تصبغات بنية حدثت نتيجة التعرض للشمس في البداية ممكن علاج مريض هيك ولكن إذا تكررت العملية فتصبح هذه الألوان وهذه التصبغات دائمة وتصل لمرحلة بعد ذلك تصبح غير قابلة للعلاج نحن دائماً نحكي عن الوجه لأنه الوجه أكثر منطقة بتعرض إلى الشمس وهنا نشوف كمان عملية تغييرات كثيرة حادثة بالوجه وبصير بالأخير عملية تغييرات شيخوخة منسميها في جلد الوجه ومنشوف هنا أيضاً تغييرات وتصبغات مختلفة حادثة بالوجه كل هذه نتيجة الأشعة فوق البنفسجية الموجودة كجزء أساسي من أشعة الشمس حكيتنا دكتور أنه تعرض الكثير لأشعة الشمس بيؤدي إلى وجود تجاعد مبكرة وشيخوخة خلينا نقول نعم تشرح لنا أكثر شيخوخة الجلد ارتبطت بنوعين من العوامل هناك عوامل وراثية داخلية في الإنسان نفسه وهناك عوامل خارجية العوامل الخارجية على رأسها هو أشعة الشمس التعرض الطويل، التعرض المتكرر، التعرض من صغر لأشعة الشمس يسارع في عملية شيخوخة الجلد فتصبح هناك بعض التغييرات في جلد الإنسان مثل التصبغات الحمراء، التصبغات البنية توسع الأوعي الدموية خاصة في منتصف الوجه ازدياد تجعودات الجلد أو ما يسمى بالرينكلز وبيصبح الجلد أقل سماكة، بصير رقيق جدا وهذه كلها تغييرات شيخوخة يسارع فيها فيصبح الإنسان ووجه الإنسان يظهر بعمر أكبر فعليا من عمره الحقيقي وهناك ملاحظة يجب أن نذكرها في هذا المجال أن الإنسان عندما يصير عمره 18 سنة يكون تعرض لـ 50% يعني نصف كمية الألترا فيلت، الأشعة فوق البنفسجية سيتعرض إليها طوال حياته فنصف الكمية سيتعرض إليه خلال أول 18 سنة من حياته هذا فرجينا مخاطر تعرض مرات الأولاد وصغار العمر بدون ما ينتبهوا خاصة في منطقة الملاعب، المسابح وفي المدارس، وهم يلعبوا بره، بالشارع، بالحدائق وكذا يكونوا عدم انتباه مرات من الأهل عدم انتباه من الأولاد نفسهم للكمية اللي يتعرضوا إليها طيب، هل الجسم يصير فيه شيخوخة، الوجه حصاً يصير فيه تجاعد هل الجسم جلدنا، البشرة، إدينا، رجلينا، أكتافنا؟ يعني كمان بصير فيها شيخوخة مبكرة؟ نعم، بصير شيخوخة مبكرة، خاصة بالأشخاص اللي بيلعبوا رياضة بكون أجزاء كبيرة من جسمهم مكشوفة الأشخاص اللي بمارسوا رياضة السباحة بفتر لفترات طويلة بيكشفوا أجزاء كبيرة من جسمهم فهذه الأجزاء الجسم على العكس هي أخطر من الوجه لأن الوجه معرض طول السنة يكون هناك نوع من الوقاية إلى حد ما هو التعود بشرة الوجه لكن الظهر منطقة الأطراف العلوية والسفلية غير متعودة على أشعة الشمس تنضر أكثر أيضاً من الوجه لما تتعرض لفترات طويلة بطريقة فجائية عند بداية فصل الصيف طب في واق الشمس فيه أنواع معينة أو ننتبه على شي معين لما نشتريه؟ المزبوط إذا إحنا نذهب إلى أي صيدلية في الأسواق فيه أنواع كثيرة متعددة متوفرة وتحت أسماء تجارية مختلفة إحنا الآن ما بهمنا الأسماء التجارية لكن بهمنا بعض المواصفات التي يجب أن تنطبق على أي واقع الشمس حتى نحكي عنه أنه فعال ومفيد لنا أول شيء الموضوع يتعلق بالرقم فيه رقم على أي واقع الشمس أي نسميه سن سكرين أو سن بلوك هذا الرقم الذي يسمى SPF معامل الوقاية الشمسي عامل الوقاية الشمسي الذي يسمىه سن بروتكشن فاكتور هذا الرقم يجب أن يكون أكثر من 30 أكثر من 30 أكثر من 30 وجدت الدراسات والأبحاث أن الأرقام القليلة مثل 10 و 15 و 20 التي تنحط ضمن تركيبة أي مكياج أو فاونديشن غير كافية رقم الثلاثين وطالع هو الذي يعطي فعالية فعلية يعني قوية وملموسة لواقي الشمس هذا الأشي الثاني أن هذا الواقي لازم يكون أيضا يغطي الأشعة ليس فوق منفسجية با ولكن أيضا إيه يكون مكتوب مفروض بالوضع المثالي أنه يكون مكتوب عليه يغطي الأشعة فوق منفسجية با والأشعة فوق منفسجية ألف أو إيه يجب أن يغطي الأشعة هناك بعض المواد التي تعمل حساسية في الجلد في الوجه تكون موجودة مرات في بعض الواقيات الشمس بالسكرين يجب أن ننتبه أنها لا تكون موجودة وعلى رأسها مادة تسمى بابا بابا لازم يكون ليس موجودة في هذا يكتبوا عليه بابا فري حتى يكون فعال وآخر شيء يجب أن يكون المادة غير زيتية في بعض واقيات الشمس تكون زي زيت تهيج جلد الوجه يجب أن يكون الواقي الشمس أو الصن بلوك غير زيتي غير دهني ومهم هنا أن نذكر أنه هناك اختلافات فردية من مريض إلى مريض لازم الست أو الصبية أو الشاب لما يستعمل صن بلوك يجربه في البداية لأنه ربما الإشي اللي يناسبه ما يناسب زميله أو زميلتها فهناك اختلافات فردية تختلف من شخص لشخص صن بلوك الواقي الشمس ندهنه مرة واحدة بنهار ولا لازم نظنه ندهن؟ لا هناك مواصفات وتعليمات معينة لطريقة الاستخدام الصحيحة للصن بلوك أول شيء يجب أن ندهنه ونفرده ونوزعه على كل أجزاء الوجه وأجزاء الجسم المعرضة أو المكشوفة للشمس سواء كنا رايحين على العمل أو رايحين على بركة السباحة أو رايحين على ملعب الرياضة إلى غير ذلك أي جزء مكشوف من الجسم لازم نحط عليه ولازم نوزعه بإيدنا نفرده حتى يغطي كل المساحة ما تبقى بعض المساحات مكشوفة الإشي الثاني أنه لازم نحطه وهاي بجوز كل الناس ما بنتبهوله لازم نحطه قبل 30 دقيقة نصف ساعة من الخروج لبرة لأنه بده وقت حتى يأخذ مفعوله غالبية الناس بيستخدموا الواقي الشمس الصن بلوك بطريقة الخاطئة بحطوههم على باب البيت أو عند باب السيارة بفتحه بالسيارة أو على البركة أو على البركة ما بيكفي لأنه بده على الأقل نصف ساعة حتى يأخذ مفعوله وضعه مرة واحدة ما بيكفي لازم نرجع نحط مرة تانية بعد مرور 3 إلى 4 ساعات تقريباً حتى لو كان الواقي لسه موجود على وجهنا ولكن فعاليته بيكون فقدت لذلك لازم نحط مرة تانية بعد 3 إلى 4 ساعات من مكوثنا في الخارج إذا حصل أنه غسلنا وجهنا أو نزلنا في صبحنا أو صار عملية تعرق شديد لازم نحط مرة أخرى وعملية وضع الواقي الشمس لازم تصير عادي روتين الأم لازم يتعلم أولادها من صغرهم يبدوا يحطوه لما يروحوا على البرك روحوا على ملاعب الرياضة إلى غد أو المدارس وتصبح روتين وعادة يومية هناك مقولة وأنا بآمن فيها أنه واجب الأم حسب المواصفات العالمية للصحة في أنها تحط واقي الشمس لأولادها وبناتها يعادل واجب الأم في أن تعطي أولادها المطاعيم الصحيحة في الأوقات الصحيحة عند الدكتور يوازي هذه الأهمية في حماية أولادها من أمراض كثيرة شكرا دكتور عصام عميش مستشار أمراض جلدية وتناسلية وليزرع هذه المعلومات إن شاء الله يكونوا استفادوا منها شكرا لكم يعطيكم العافية